السلام عليكم معكم علي أهلا وسهلا بكم الدرس جديد إذا كنت هو المرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع عليك الفيديو ليصلكم كل جديد البعض يتابع القناة لكن ينسى يشترك بالقناة قبل ما تابع الفيديو تأكد أنك ضغط على زر الاشتراك وانفعل زر الجرس ليصلك فيديو جديد كل يوم بإذن الله نتكلم في هذا الفيديو عن كيفية معرفة الكلمة في اللغة الإنجليزية هل هي verb هل هي فعل أم adjective صفة أو تكون adverb ظرف أو يكون عندنا noun اسم كما نعلم باللغة الإنجليزية لدينا ثمان أنواع للكلمة كما قلنا ممكن اسم فعل صفة ظرف تعجب اسم وصول وهكذا من المهم جدا معرفة الكلمة هل هي فعل صفة اسم ظرف حتى بدون ما تعرف ترجمة الكلمة أو أول مرة تسمع الكلمة في اللغة الإنجليزية لكن من خلال شكلها تعرف أنه هذه فعل أو اسم أو صفة تكلمنا بدروس سابقة عن suffixes إذن اللاحقات أكثر من خمس أو ست فيديوات عن اللاحقات بشكل مفصل لكن في هذا الدرس نتكلم كيف نعرف الفعل كيف نعرف الصفة كيف نعرف الظرف وكيف نعرف الاسم من خلال نهاية الكلمة أو نسميها suffix إذن اللاحقة في هذا الفيديو نتعلم ما هي اللاحقات بالنسبة للفعل وما هي اللاحقات بالنسبة للإسم وما هي اللاحقات بالنسبة للظرف وما هي اللاحقات بالنسبة للصفة لدينا أول مجموعة لما أشاهد في نهاية الكلمة باشرة أعرف أن هذه الكلمة تكون فعل إذن part of speech يعني قسم الكلام أو إجزاء الكلام لهذه الكلمة أو لهذه الكلمات تكون من قائمة الأفعال لاحظ satisfy حتى لو لم أعرف ترجمتها مباشرة شهدت if y في نهاية الكلمة أعرف أنه فعل كما نعلم جملة باللغة الإنجليزية subject verb إذن فاعل وفعل بعدين the rest of the sentence تتمت الجملة شفت if y تأتي بعد الفاعل مباشرة إذن ثاني كلمة في الجملة satisfy يقنع حتى لو لم أعرف ترجمتها كما قلنا terrify terrify لاحظ منتهية if y terrify بمعنى يرعب أو يخيف إذن الكلمة عندما تكون منتهية if y أو يكون عندنا if y مباشرة أعرف أن هذه الكلمة فعل حتى لو لم أعرف ترجمتها satisfy terrify i z e أو يكون عندنا i s e هذه الكلمة مباشرة أعرفها أيضا فعل مثل عندنا civilize civilize بمعنى يحضر أو يمدن a-t-e a-t-e أيضا منتهية a-t-e regulate بمعنى ينظم لاحظ منتهية a-t-e كلمة قبلها i-z-e regulate بمعنى ينظم i-n تعدنا كلمة strengthen جاء من كلمة strong قوي strength لاحظ strength قوة ضفنا i-n يصبح فعل strengthen i-f-y f-y i-z-e a-t-e e-n لما تكون الكلمة متاهبة بأحد هذه اللاحقات تكون فعل إذن verb satisfy terrify civilize regulate strengthen لاحظ هذه المجموعة من suffixes اللاحقات بتكون عبارة عن أسماء إذن لدينا noun بشرة لما أرى أو أشاهد هذه اللاحقات أو هذه الأحرف في نهاية الكلمة أعرف أن هذه الكلمة اسم ليست فعل وليست صفة وليست ظرف لاحظ shin لاحظ متاهية t-i-o-n أحفظها shin دائما من تشوف t-i-o-n ألفظها مباشرة shin وأعرف أن الكلمة هذه noun إذن اسم stay shin stay shin لاحظي stay بعدين عدنا shin station مركز أو محطة حتى لو لم تكن تعرف معنى الكلمة هذه أو ترجمتها تعرف أن هذه اسم i-t-y أيضا تكون اسم in activity خمول أو سكون activity نشاط in activity خمول أو سكون نلاحظ متاهية a-t-y er trainer 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 مدرب train يدرب اضفنا er أصبحت مدرب إذن اسم noun ness مباشرة شفت ناس يعرف أن هذه اسم ننتبه دائما نحفظها بصم n-e-s عندما أحفظ الكلمات ستكون سهل أربع حروف مباشرة ناس على طول n-e-s ساد حزين ساد ناس حزن ism إذن الكلمة منتهية ism تكون أيضا اسم كميونزم كميونزم شيوعية لاحظ منتهية ism أعرفها اسم حتى لو لم أعرفت ترجمتها ment نحفظها بصم m-e-n-t ment كما قلنا عندما أحفظ الكلمة كتابة أحفظهم بصم أربع حروف m-e-n-t ما يتغيرون يلا نضع m-e-n-t punishment عقوبة لاحظ punish يعاقب punishment عقوبة dumb kingdom مملكة نعرف king ملك queen ملكة king عندما أضيف لها dumb تصبح مملكة kingdom ANC assurance قناعة أو توكيد assure يؤكد assurance قناعة أو توكيد ship إذن دائما الحرف هات تأتي مع بعض عندنا friendship friend صديق friendship صداقة إذن أعرفها اسم s-h-i-t عندنا كلمة ownership ملكية لاحظ on يملك ضفنا er أصبحت مالك owner مالك ownership أصبحت ملكية إذن هذه النهايات عندما أراها في نهاية الكلمة أعرفها أن تكون نهاية أو حروف لأسم يعني كلمة تكون من أقسام الكلام بحالة الاسم إذن station an activity trainer sadness communism punishment kingdom assurance ownership لاحظ هذه المجموعة من suffix النهايات عندما تراها أو تشاهدها في نهاية الكلمة أعرف أن هذه الكلمة adjective صفة حتى لو لم تعرف ترجمة هذه الكلمة أو أول مرة تسمع بها لاحظ able able countable countable معدود جاء من كلمة count يعود ضفنا abl countable معدود أيضا عندنا ible edible edible صالح للأكل لاحظ المنتهى ible al عندنا كلمة emotion عاطفة emotional عاطفي أيضا متهى full ful beautiful جميل بيوتي جمال beautiful جميل أيضا ic al متهكمة music موسيقى musical موسيقي أو متعلق بالموسيقى أيضا ic دائما c بلايات الكلمة الفضو k domestic منزلي أو محلي ish child طفل childish طفولي ive create يخلق أو يبدأ creation خلق أو يبدأ tive creative مبدأ less end نهاية endless بلا نهاية أو بدون نهاية أضعا كلمة y تكون صفة مثل smell رائحة smelly إذن ذو رائحة أو له رائحة إذن abl e ible al ful icl ic ish ive le s y countable edible emotional beautiful musical domestic childish creative endless smelling لاحظ الكلمة المتحدة y تكون ظرف slowly slowly بطيء 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 أو بشكل بطيء يوميا أو بشكل يومي كلمة daily قلبنا y إلى i وضفنا y carefully بحذر أو بحرص ببطء يوميا أو بشكل يومي بحذر أو بحرص كلمة careful إذن حذر أو حريص كارفولي إذن بحذر أو بحرص الكلمة عندما تكون متألة y مباشرة نعرفها أنها ظرف كما نعلم الظرف يبين حالة الفعل والصفة تبين حالة الاسم بهذا الشكل نهاينا درسنا لهذا اليوم تكلمنا فيه عن كيفية معرفة الكلمة هل هي اسم أم صفة أم ظرف أم فعل كما قلنا من خلال نهاية الكلمة حرفين أو ثلاث حروف أو أربع حروف هذه النهايات ثابتة يجب معرفتها وحفظها بشكل بصم بالتالي حتى لو لا تعرف معنى هذه الكلمات مباشرة تعرف أي نوع من أنواع الكلام هذه الكلمة بكل سهولة من خلال هذه النهايات شخص يسأل ماذا تفيدنا تفيدنا عندك كتابة الجملة أو عنده تشكيل سؤال أو ممكن من خلال صياغ الكلام أعرف عن ماذا يتحدث أو عن ماذا يكتب هذا الشخص بهذا الشكل نهاينا درسنا لهذا اليوم تكلمنا فيه عن وكيف أعرف نوع الكلام في اللغة الإنجليزية أتمنى قدمت شيء الفائدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وضع لك الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته